هذه أول محاولة اغتيال الرئيس وزراء إسرائيل في التاريخ لم يكن هناك أبدا محاولة بهذا الشكل الأمور باتت واضحة الآن وذلك حسب البيانات الأمنية الإسرائيلية وأيضا تصريح بين يمين نتنياهو بأن هناك ثلاث مصيرات أطلقت من لبنان وتم إرفاق ذلك بوابل من الصوريق وذلك لتضليل الدفاعات الجوية الإسرائيلية تماما كما حدث في معسكر جولاني الأسبوع الماضي الذي أدى إلى مقتل أربع من الجنود الإسرائيليين الثلاث مصيرات أطلقت بعد ذلك كان هناك مصيرتين تم إسقاطهم من قبل الدفاعات الجوية وأكملت المصيرة الثالثة التحليق لسبعين كيلو مترا من الحدود اللبنانية باتجاه منزل الشخصي لبن يمين نتنياهو في مدينة قصاريا جنوبية حيفا بعد ذلك أصابت هذه المصيرة المحيط لم يكن هناك إبلاغ عن أي إصابات اللافت بأنه لم يتم تفعيل صفارات الإنفار من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيلية وذلك الذي أثار غضب العديد من الإسرائيليين الذين يسكرون في قصاريا وأنه لماذا لم يتم اكتشافها في المصيرة خاصة بأنه تم التقاط صورة للمصيرة وهي تحلق بالقرب على العلو شاهق من طائرة هولاكاتر إسرائيلية التي كانت بدورها تحاول إسقاط المصيرة ولكنها يبدو بأنها لم تفلح من ذلك نتنياهو خرج في فيديو مصور في مدينة القدس في ساحة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي ليقول بأنه لم يردع كما قال وقال بأن الحرب مستمرة واستهداف أعدائنا سوف يستمر ولكن هذه الضربة عمليا هي تعد تغييرا نوعيا في كيفية توجيه الضربات من قبل حزب الله ومن بعدها بدأ الطيران الحربي بشن هجمات كما رأينا في لبنان وخاصة في الضحيات الجنوبية لما يحمل ذلك من رمزية مهمة عند الجانب الإسرائيلي ولكن عملية إطلاق تهمية مسيرة باتجاه منزل كونه أول حادث يعني أول محاولة اغتيال لرئيس وزراء بتاريخ إسرائيل من ناحية وليست أول مسيرة يعني تصل داخل عمق إسرائيل يعني من ناحية أيضا فيما يخص التحقيق عادة تكون هناك تسريبات ومعلومات أو نتائج أولية حتى نعم يعني أوردت لك ذلك النتائج تقول بأنه كان هناك ثلاث مسيرات وليست مسيرة واحدة المنظومات الجوية الدفاع الجوي الإسرائيلي التي تتكون تحديدا من مقلع داود وأيضا من القبة الحديدية لم تستطع إسقاط المسيرة الثالثة والشظايا عمليا التي أسقطت من قبل القبة الحديدية شكلت أيضا تمويه لاستمرار هذه المسيرة الثالثة بالتحليق وهذا الخلل يبدو أنه سوف يستمر الطائرة المسيرة قيل إسرائيليا بأنها من طائرة إيرانية من طراز 107 وهي نفس الطائرة التي ضربت معسكر جولاني الأسبوع الماضي والجانب الإسرائيلي قفز إلى القول بأن هذه محاولة إيرانية لاختيال بن يمين نتنياهو وليس فقط بأن حزب الله هو الذي أطلقها في إشارة إلا أنه هناك بعد سياسي وطبعا تضخيم المسألة بحيث أن يتم الزج باسم إيران في هذه المسألة بسبب أن الطائرة هي إيرانية الصنع نعم شكرا جزيلا لك أحمد البوديري مرسلنا كنت معنا من القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر